السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الأيام المباركة وبعد أن انتهينا من الحج وأشهر الحج ومناسك الحج لكن لا زال أمرنا متصل بالله سبحانه وتعالى ولا يزال العبد دائما وأبدا في ذكر لله سبحانه وتعالى على كل أحواله وهو أمر من الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة والمؤمن لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى بل الإنسان عامة لا غنى له عن الحق سبحانه وتعالى لا في قليله ولا في كثيره دائما وأبدا مسبح لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا وهو مجتمل على تسبيح وعبادة وطاعة لله عز وجل ليكون مع الكون مسبحا يراغد الله سبحانه وتعالى يمجد ويحمد ويحمد الحق سبحانه وتعالى ولو نظرنا إلى التشريع العظيم ولو نظرنا إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى دائما وأبدا يأمر بذلك ووجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيها ذكرا وتحميدا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى في كل عبادة لله سبحانه وتعالى ولو لاحظ العبد منا أن الحق سبحانه وتعالى جعل الطمأنينة في القلب بداية بذكر الله سبحانه وتعالى وآية في كتاب الله عز وجل جمعت هذا الأمر العظيم الكبير بل أقول جمعت في قلب المؤمن وللمسلم وللناس جميعا راحة البال وراحة القلب حينما يقول حق سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتوجل القلوب لله سبحانه وتعالى حينما تقرأ من كتاب الله عز وجل أو تسمع من آيات كريمات لله عز وجل ولو لاحظنا قول الله سبحانه وتعالى مع الذين يغردون في الكون جميعا بتسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار فالتسبيح يأخذ أمرين أو شكلين أو ذكر الله عز وجل عامة يأخذ أمرين إما أن يكون أمرا مطلقا بالتسبيح والترتيل والتأبيل الله سبحانه وتعالى والتمجيد على كل حاله وأحواله أو أن يكون مرتبطا بطاعة وعبادة أو بعد طاعة كالصلاة مثلا ليرتعى المؤمن دائما وأبدا في كل أحواله مع الله سبحانه وتعالى واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما جاء في صحيح مسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر أنا أخذ لفظة مع هذا الذكر الذي نتحدث عنه بذكر الله سبحانه وتعالى الذي يطمئن القلب وتطمئن براحة وطمأنينة ويركن إلى الله عز وجل خذ من هذا اللفظ من نفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا من رتع؟ أم ترتع؟ وهو أم تتزود وأم تأخذ في طمأنينة للقلب وراحة للنفس أن ترتع في ذكر الله عز وجل والأصل معنى الرتع هو الطعام والشراب في رغد للعيش ورغد للأمر في راحة للبال كذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن يقول للصحابة بل وللأمة جميعا كذلك من بعدهم أنه يقول صلى الله عليه وسلم خذوا من ذكر الله عز وجل لتطمئن قلوبكم ارتعوا في هذه الرياض في الدنيا قبل الآخرة لأنها جنة ومسلك إلى الله عز وجل تدخل به جنة الدنيا لتدخل جنة الآخرة كما كان يقول العلماء إن في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الآخرة ومن حرمها حرم جنة الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعلم الصحابة ذلك الأمر إن أردت ذكرا وتمجيدا وتحميدا لله سبحانه وتعالى فعليك بذكر الله عز وجل أو بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أفضل الذكر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في الأيام السابقة في وقوفنا في يوم عرفة نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيت الله الحرام والوقوف على جبل عرفات كان نبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أمر الدعاء في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله فهو أمر عظيم وجليل بل خذ أذى كذلك من التسبيح والتمجيد لله سبحانه وتعالى في جملة عظيمة أو آية في كتاب الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها هي أول دعاء أول دعاء وذلك لما سمع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عن ورضاه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يقول للصحابة يقول لهم ألا أقول لكم أول دعاء وأفضل دعاء وأجمل دعاء تبتهلوا بي إلى الله عز وجل قال فجاء عربي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام صلى الله عليه وسلم قام وانصرف إلى بيته قال سيدنا سعد رضي الله عن ورضاه فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انظر إلى الأدب قال وأنا أستحي أن أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله انصرف إلى بيته لكنه يستحي أن يقول يا رسول الله قف يا رسول الله انتظر حتى أسألك لا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الصحابي الجليل بأدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما كاد أو أشفقت أن يدخل بيته صلى الله عليه وسلم قبل أن أسأله قال ما كان مني إلا أن ضربت الأرض بقدمه فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فقال من أو أسحق أي لسيدنا أو كنية لسيدنا سعد رضي الله عنه ورضاه قال نعم يا رسول الله قال فهم أي ماذا تريد قال يا رسول الله أخبرتنا أو أردت أن تخبرنا بأول دعاء فجاء ذلك الإعرابي فشغلك فقال صلى الله عليه وسلم نعم دعوة أخي يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعوة أخي يونس حينما التقمه الحوت قال رضي الله عنه السلام لا إله إلا أمت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أمت سبحانك إني كنت من الظالمين أكمن إن شاء الله تعالى الحديث بعد هذا الاتصال إن شاء الله سزحمد سزحمد معنا قال له سزحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو معاك أستاذ أحمد ألو مع حضرتك أستاذ أحمد ألو ألو مع حضرتك أستاذ أحمد سامعك أنا ألو أنا سامع حضرتك طيب عاود الاتصال مرة أخرى أستاذ أحمد معنا أستاذ أحمد السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها أستاذ أحمد أيها أستاذ أحمد أستاذ أحمد فلما التفت إليه رسول صلى الله عليه وسلم وهو في شوق يريد أن يعلم ما هذا الدعاء أو أول دعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس عليه السلام وهو يقول لا إله إلا أمت سبحانك إني كنت من الظالمين قال والله ما دعا بها أحد قط إلا استجيب له أي ما من أحد من الناس يجعل في دعائه هذا الدعاء وهذا الذكر الذي يشمل على تسبيح وتمجيد لله عز وجل ويشمل كذلك على وحدانية لله سبحانه وتعالى ويشمل كذلك على استغفار لله سبحانه وتعالى جمعت كل هذه الأمور في هذه الآية لا إله إلا أمت توحيد لله عز وجل سبحانك تسبيح وتمجيد وتنزيه لله سبحانه وتعالى إني كنت من الظالمين توبة ورجوع إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دعا بها أحد في دعائه إلا استجيب له أبشر بهذا الدعاء وأبشر بهذا الغن وبهذا الكنز العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أم تجعل في دعائك دائما وأبدا لا إله إلا أمت سبحانك إني كنت من الظالمين في رواية أخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أهي ليونس بن متى خاصة أم هي للمسلمين أو لجماعة المسلمين عامة فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بل هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة أما سمعت قول الله تعالى وهو يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي هي ليست لسيدنا يونس عليه السلام على قدره ومكانته نبيا كريما عظيما ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهذه الأمة خصوصية من خصوصية نبي كريم من أمم سابقة يجعل لهذه الأمة خصوصية عظيمة كريمة لا أقول لنبي أي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على قدره ومكانته وجلالته إلا أنه يخصنا أي يخص هذه الأمة المحمدية بما خص به نبيا سابقا لله عز وجل لا إله إلا أمت سبحانك إني كنت من الظالمين بل وجاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول من أراد أن يدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فليقل بدعاء أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين هذا فضل عظيم وكرم كبير لهذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك تريد رزقا تريد مالا بل تريد كذلك مغفرة من الله عز وجل تريد رضوانا من الله سبحانه وتعالى اذهب إلى هذا التسبيح كن مسبحا لله عز وجل كن دائما وأبدا في تسبيح وتمجيد وتهليل لله سبحانه وتعالى يوم أن جاء رجل إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله علمني وكثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولنا يا رسول الله علمنا يا رسول الله أخبرنا علمنا مما علمك الله اذكر لنا وكذا وكذا فجاء ذلك الإعرابي على منوال الصحابة الذين يريدون الخير والرضوان يريدون الاسترشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ليسيرون في ذلك الطريق ليصلوا إلى ما صار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي وضع المعالم والمراشد رسولنا صلى الله عليه وسلم يسير على ذلك الطريق ونحن نسير خلفه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى فجاء ذلك الإعرابي فقال يا رسول الله علمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال فعقد الإعرابي على يده ثم انصرف قال وهو يعقد على يديه كأنه يتدبر في ذلك ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تفكر مع نفسه قال ثم رجع مرة أخرى توقف ورجع فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم صلى الله عليه وسلم وقال تفكر البائس كأنه يداعب الرجل ويداعب الصحابة ويشد ذهنهم وانتباههم لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم تفكر البائس فجاء ذلك الرجل فقال يا رسول الله وهو يعقد عليها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا لله فماذا لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا إعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت والله أكبر قال الله صدقت ثم قلت أي بعد ذلك ثم قلت رب اغفر لي قال الله قد فعلت وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت فإذا قلت رب ارزقني قال الله قد فعلت قال فعض عليهن الإعرابي على يديه سبعا سبعا لأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم ارزقني هذه السبع خرج بها ذلك الصحابي وعلم الأمة جميعا من بعد ذلك تخيل لو أنك قلت ذلك الأمر وأنها أمرا صغيرا لا يعجز أحدنا أن يقول ذلك الأمر أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني أخذت ذلك الأجر الكبير العظيم كما قال الإمام بن رجب رحمه الله قال أخذت التسابيح لله عز وجل أمرا عظيما وأجرا كبيرا عاليا قال لأن الكثير من الناس يغفل عن ذلك الأمر لأن كثيرا من الناس من الإنس والجن يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنا لا أرى شيئا أغفل من ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من الجن والإنس الكون كله يسبح لله عز وجل الكون كله حامدا لله سبحانه وتعالى يمجد ويسبح سواء كان من طير أو من نبات أو من جماد تخيل أن كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهُ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سبحان الله لا تفقه تسبيح هذه الكائنات من حولك والحق سبحانه وتعالى لطيف ورحيم بنا كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى كل شيء يمجد لله سبحانه وتعالى ألا تكون مسبحا لله سبحانه وتعالى مع ذلك الكون ليهدأ القلب ويهدأ البال وأم تكون دائما وأبدا في حصن من الله سبحانه وتعالى في حصن من الله سبحانه وتعالى حينما تكون مسبحا ذاكرا لله سبحانه وتعالى لن يدعك الحق سبحانه وتعالى وأنت تكون مسبحة لله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يوم من الأيام أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة أيعجز أحدكم أيكسب كل يوم ألف حسنة الصحابة تستعجب تستعجب وكيف يا رسول الله كيف ذلك كيف نكسب ألف حسنة في يومنا فقال صلى الله عليه وسلم أم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخذت ألف حسنة وفي المقابل أخذت مغفرة فيما ذكرنا في الحديث السابق أخذت مغفرة وأخذت رزقا من الله سبحانه وتعالى وأوسع عليك من الرزق والفضل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الآية جمعت أمرا عظيما بل ما أقول من يجعل في نفسه من الوساوس أو في نفسه من الأمور التي تختلط عليه أو يتخبط في دنيا الناس كن ذاكرا لله عز وجل فستجد الحق سبحانه وتعالى يجمع عليك شملك تجد الحق سبحانه وتعالى يملك عليك أمرك إن كنت مسبح لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا لو لحظت إلى الذي يريد المال والجاه وغير ذلك دخل رجل يوما من الأيام على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يجلس بين أصحابه وأقرانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من التابعين فجاء رجل فقال يا ابن عباس لقد زرعت الزرعة ولكن المطر لم ينزل أريد أن أسقي ماذا أفعل قال اذهب فاستغفر الله ثم جاء رجل آخر فقال يا ابن عباس إني أريد من الولد ماذا أفعل قال اذهب فاستغفر الله ويأتي الثالث فيقول يا ابن عباس إني أريد من المال ماذا أفعل قال اذهب فاستغفر الله فمضوا جميعا فقال أصحابه وقرانه قيل له يا ابن عباس لقد سئلت أكثر من سؤال وأجبت بإجابة واحدة تسأل عن المال وتسأل عن الماء وتسأل كذلك عن الولد وغير ذلك ولكن الإجابة واحدة إذهب فاستغفر الله طيب معنا الأستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كيش خيوص؟ إذا حضرتك؟ الله يعزك إذا حضرتك الله كريمك بارك فيك إحنا في البداية بنحيي قناة الصح والجمال إحنا بنعتبرها يعني قناة الصح والعافية والجمال الحمد لله على كل إحبار وقناة من ورد ديناك كده وربنا دائماً كده إن شاء الله أعجب كل ما هو مفيد وأنا بوقف الشكر لحضرتك وللكلام الطيب الجميل اللي حضرتك بتقوله اللي يعني يبعث الطمئنين والساكينة في نفسنا جميعاً اللهم أمين جزاك الله خير ربنا عزك وده يعني أحنا مشكرك جداً وإنت يعني اطلال جميل جداً على الشاشة شاشة الصح والجمال وربنا يعني يحفظك ويحفظ القناة الطيبة الجميلة بدأتنا دي جداً وده كلام طبعاً سهل وقلم طيب كله عبادة وصدق اللهم أمين ربنا عزك بارفيد يعني قال تعالى وهدو إلى الطيب من القول فربنا جزاك عنا كل خير وأحنا بنشكرك جداً وبنشكر القناة الجميلة شكراً جزينا فعل شكر الله لك أخير لو بنعزك بارفيد جزاك الله عيننا خيراً يعني على هذا الثناء الذي لنا استحقه ولكن يعني أصحاب القناة هنا جزاهم الله عنا خيراً يعرف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم بالخير دائماً وابداً معنا أبو عائشة معنا أبو عائشة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك شكراً حبيب ربنا عزك بارفيد كرامك الله طب وط التلفزيون عشان تسمعني أشهد الله أن أحبك في الله والله أحبك الذي أحبفتني فيه رب نعزك خيرا يا رب رب نعزك وبارك فيك كرمك الله يا شيخانة أذكر نفسي والمشاهدين جزاك الله خير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير عمالكم وارفعها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من امتاق الورق والذهب قالوا بلى رسول الله قال ذكر الله جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الجميلة وبرك الله فيك ونفع لكم الدعاء وأن يحفظ الله مصر ونحفظ الله مصر وأهلها جميعا يا رب إن شاء الله وشكل الله لك وجزاك الله عنا خيرا على هذا الاستذكار الجميل يعني كما قال حق سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المؤمنين الصادقين وأن يرزقنا الإخلاص دائما وأبدا يا رب العالمين جزاكم الله عنا خيرا نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طيب معنا أمت الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيء وجزاك ربنا زبار فيك يا رب كنت عايزة أسأل حضرتك كنت عايزة أسأل على حلم والدتي حلمته قبل كده تحت عمرك هاي كانت حلمت لي أنه الشخص شعروي كان جايب لي عريس ده كان ده من سنتين فأنا دلوقتي مخطوبة الواحد كان حصل كذا موضوع قبل كده بس ما حصلش نصيف فدلوقتي أنا مخطوبة الواحد بس سراعا ما صلتش يا صلاة استخارة ولا أي حاجة بس الموضوع كامل تم على خير وكده الآن احنا مخطوبين بس الشخص ده دلوقتي وحاليا بيشرب سجاير ومش بيصلي أنا يعني برضو يعني مش منتظمة في الصالة قوي فأنا عايزة أعرف هو ده كده يعني هو ده الشخص ده يعني مواصفات إنه هو يكون الشخص شعروي هو اللي جايبه أو كده ولا بس أنا صلتش ولا صلاة استخارة وهو حاليا يعني حتة نوبي يعني بيشرب سجاير ومش بيصلي فأنا عايزة أعرف يعني إجابة السؤال ده هو نفس في الرؤية اللي هو اللي شبتك أو أماما كانت حلمت يعني حلمتلي الحلم ده من سنتين يعني الشخص شعروي جايبلي عريس وكان حصل بعدي كزا موضوع عشان الكلام ده من سنتين بس ما تمش على خير بس الشخص اللي أنا يعني مخطوبة له حاليا هي دي مواصفاته بس أنا ما صلتش ثلاثة خورة أو كده فهو يعني لو الشخ شعروي هو اللي جايبلي عريس أو كده وتم الزواج إن شاء الله أو إحنا مخطوبين حاليا يعني جواز لكن إن شاء الله السنة جاية إن شاء الله تنسى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالخير يا رب الله أولا يعني رؤية أهل الفضل أو العلم أو الصالحين دائما وأبدا في المنام تؤدي إلى خير يعني ربما أن يكون فيه خصة خيرا إن شاء الله وتعالى لأن الإنسان وإن كان ربما يفعل شيئا أمرا طيب أم العيال أول معنا إن شاء الله ألو ألو أم العيال ألو عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة مع حضرتك أيوة يا شير ما حضرتك تفضلني أهل أهل أني زوجة تانية نعم أنا زوجة تانية أنا زوجة تانية وأني زوجة تانية أه أنت زوجة تانية ماشي تمام أيوة أيوة وغذر ظلمنا أو ظلم صبير الحمد لله ظلم صبير نعم دي في الحقيقة يعني خعلا ومسي الشيخ أني بحلي مع طول اللني بروح لبطل اللي هناك مش فهم السؤال دي كل طينا الأرض كلها طينا الأساس كله مش شرق و الشقة كلها طينا الشقة كلها طينا ده في الرؤية يعني أيو أيو تمام تمام قاعد أقول لي أنت بنا أخدش إزاي ولا أخد فين بس وقق بقف على جنب بس ما بعمتوش فتين بقف كلها بما بعمتوش فتين ولا حاج يعني عايزة تأول الرؤية يعني حضرتك تمام حاضي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين سيد صفحي معنا حالو عليكم السلام عليكم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا كعبان يا شيخ بقلت أخدش السلام كعباني بحس كنه ورحمة ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته طيب الأولين بالنسبة الأخت اللي بتقول بالنسبة الرؤية الشيخ الشعروز ما احنا قلنا رؤية قلنا أهل الفضل والخير ده فضل الله سبحانه وتعالى قد ينم على أمر أو خيرا إن شاء الله تعالى حتى وإن كان كما قلت يفعل شيئا من خطأ أو زل أو ما شابه ذلك كلنا بشر لكن قد يكون معدنه يعني جميل إن شاء الله تعالى وفي قلبه الخير والإيمان لكن وجب عليك أولا بداية أن تستخير الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا بالليل تستخير الله سبحانه وتعالى تصلي ركعتين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول الدعاء المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قال بعض العلم قد يكون قبل الصلاة وقبل التسليم وبعضهم قال بعد الصلاة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم والأعلم وتقدر والأقدر وأن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر الذي هي به سواء كان من الزواج أو من الشخص أو ما شابه ذلك تسمي ذلك الأمر إن كان خير لي في دين ومعاشي وعقبة أمري فيسيره لي وبرك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقضي الله الخير حيث كان ثم ردني به تستخيل الله سبحانه وتعالى ووجب عليك كذلك قد يكون قد ما قلت من باب النصح ما شبه ذلك يكون القلب قد يكون يعني فيه إيمان أو ما شبه ذلك لكن تحاول قدر إمكان أنك أنت يعني تمسحي على ذلك التراب أو ذلك الغبار على القلب حتى يرجع يعني ينصع بالإيمان مرة أخرى إن شاء الله وتعالى وصل الله سبحانه وتعالى يعني أن يديم عليكم السعادة وأن يجعل لكم زورية الصالحة إن شاء الله رب العالمين يا رب معنا أستاذ منا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبرك لك يا رب الله يكرمك وبركيك يا رب لو سمحت أنا عايزة يعني بعمل لهم فعايزة حضرتك تقول لي يعني رب الاستخارة أنا بصلي وكل التسباح الحادثة بتقولها بقولها بصلي على النبي وباستخفر وبقول لا إله إلا أنت سبحانك وبقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأنا يعني بدأت الاستخارة عايزة أعرف إن شاء الله بإذن الله أكمل فيها بس عايزة أعرف الرد من عند الله سبحانه وتعالى تعمل حاضر إن شاء الله بإذن الله بالعالمين يا الله تاني يعني معانكة أم عيال هي زوجة بتقول زوجة ثانية وبشوف الرؤية على أساس إن هي يعني كأن في الشاء يعني زيطين أو ما شبه ذلك لا أعلم يعني كثيرا أنا في الرؤى كثيرا لكن قد يكون شيء يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لسه على يعني مش كل تفسيرات ووحدة على حضرتك لو قلت الرؤية كاملة بدايتها أو زي ما نقول السيناريو بتاع الرؤية كاملة قد يكون هذا على خير أو قد يكون ينم على شيء من صلى الله سبحانه وتعالى يعني أن يصرف عنكم السوء يعني إن شاء الله تعالى الصلاة سبحانه اللي هو كان يتكلم عن السحر أو ما شبه ذلك أولا حاول قدر إمكان إن كنت يعني من أهل الخير والفذوق أقارئ للقرآن إن شاء الله تعالى تقرأ على نفسك الرؤية الرؤية الشرعية تقرأ من القرآن وخاصة إذا كانت البقرة وآل عمران فإن أخذها بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركها حصرة ولا تستطيعها البطرة أي من السحرة تقرأ سورة البقرة ولو حبذا لو قرأت ذلك الأمر في إناء أو ما شبه ذلك ثم اقتسلت به أو تطيبت به أو شربت منه إن شاء الله تعالى لكن لا يوضع ذلك الماء المقرؤ عليه من القرآن لا يوضع في مكان نجس أو تطأ بالأقدام وحاول قدر إمكان إن لم تكن قارئ للقرآن أو ما شبه ذلك اذهب إلى رجل أهل قرآن وفقه ودين وكذلك ثقة لا يكون يعني يأخذ الأمر أو ما شبه ذلك يعني إن شاء الله تعالى طيب استصطلعت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب شكرا استصطلعت حاول اتصال بنا مرة أخرى إن شاء الله تعالى فقلنا بالنسبة اللي هو مصحور أو ما شبه ذلك يقرأ عليه من القرآن أو من الرقية وإن شاء الله تعالى يعني حصن نفسك كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كنا نقول في الأذكار أن تحصن نفسك بالأذكار أن يكون عليك حصنا يعني أذكر فيما جاء في الأثر طيب أستاذة بنار السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايزة أسأل حرجتك يا شيخ أنا أختي على طول بتحلم بتعبين في الحلم يعني في أحلام مختلفة فإيه دلالة التعبين دي في الأحلام عسنا هي بتسأني كتير وكده يعني يعني بتكون قلقنا فأنا مش عارفة إيه دلالة في الحلم أحلام مختلفة بقى طيب حاضر إن شاء الله بزينا حاضر إزاك الله خير فإحنا قلنا بالنسبة للأسكار تحميك من هذا السحر وتحميك كذلك من لغة الشيطان معك أو ارتباك الشيطان معك يعني يروى في الأثر أن سيدنا خالد رضي الله عنه وإن كان بعض أهل العلم يعني قال أن فيه شيئا أو ضعفا لكن يأخذ به من باب يعني الاستئناس وما شابه ذلك أنه جاء رجل ركب البحر فسمع الشياطين تتآمر على خالد بن الوليد فلما هو يسمع في منتصف البحر وهو يسمع ذلك السيد رمضان نعم وحضرتك السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا يا شيخ من بعض عيد رمضان شفت رؤية كده أنه أنا زرت بيت الله الحرام نعم وكنت رافع يديه بالدعي بس كان معي واحد ميسيحي منه وحيني معك إيه؟ برضو هو جالس في مكان وبيتدعي وأنا ضفت وزرت ولبيت ودعيت كل كل المناسك قديتي بعد شهر رمضان كده مباشرة بتقول حضرتك أنا مش عارف مستاذ شير خير بسراحة بتقول حضرتك معك؟ بس وجود المسيحي وجود المسيحي دي معاي أنت تعرفه؟ أعرفه بوده بيوده أدى مناسك معك؟ لا كان جالس برضو رافع يديه بالدعي بس أنا ضفت وضفت وزرت الحرام وزرت الصفة والبروة يعني كامل وانا نفسي بصراحة أدوره نفسي أرجو الله إن شاء الله تعالى أن يمنى عليه بالهداية إن شاء الله تعالى يا رب بإذن الله رب العالمين إن شاء الله شكرا سؤالي رمضان قلنا زي ما قلنا سيدنا خالد بن الوليد لما سمع ذلك الرجل أن الشياطين تتأمر اذهبوا فوسسوا إلى خالد اذهبوا فوسسوا إلى خالد ثم يعودوا فيرجعوا مرة أخرى فترجعوا الشياطين فيقولوا وأما والله لم نستطع ونستطع عليه سبيلة ارجعوا فوسسوا إلى خالد فيذهبون ثم يأتون مرة أخرى لا نستطيع فجاء ذلك الرجل إلى خالد بن الوليد ويدخل عليه ويقول أبشر خالد أبشر قال وماذا قال سمعت الشياطين تتأمر عليك ولكنها لم تجد إليك سبيلة فماذا كنت تقول قال ما هن إلا كلمات كنت أقولهن في لفظ وإن كان ضعف بعض أهل العلماء لم يرجحوه يعني أنه قال سمع علمن إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقول كلمات كنت أقولهن الدعاء من القرآن الكريم نسنة يقول آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليهم قال من قالهن أو داوم عليهم جعل عليه حجابا من الفولاز لا يستطيع الشيطان أن يخترق ذلك الحجاب فيوسوس له يكفي عليك يعني حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخبرنا الحق سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إذا استعزت من الشيطان الرجيم بعد عنك الشيطان فأنت أرجو يعني إن شاء الله تعالى أن تقرأ من القرآن أو تذهب إلى رجل كما قلت أمينا فقيها فيقرأ عليك من القرآن أو من الرقية الشرعية إن شاء الله تعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يمنى عليك بالشفاء وحافظ على الوضوء دائما أبدا والأذكار يعني في الصباح حينما تذكر باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة مرات من قالهن في يومه أو في صبيحته لم يضره شيء حينما يمسي ومن قاله حين يمسي لم يضره شيء في ليلة حتى يصبح فدوم على هذه الأمور إن شاء الله تعالى كذلك بالنسبة آمة الله كما تقول إن هي عايزة تعلم الاستخارة أو هي بتصلي الاستخارة لكن عايزة تشوف العلامات بتاعتها كيف أديت ذلك الأمر الاستخارة كما كنت أقول سابقا أو أنفا من قليل تصلي ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة صلاة الاستخارة كما يعلمهم الصلاة الفريضة يعلمهم ذلك الأمر فأقول الدعاء الذي ذكرت آنفا اللهم من أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر وهذه الحاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به طيب أنا صليت الاستخارة أصليها ثلاثة أيام مثلا بالليل في غير الفريضة استحبابا أن يكون في السدس الأخير من الليل تخلو مع الله سبحانه وتعالى وتشكو أمرك إلا الله سبحانه وتعالى أو أم تجعل الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى ليختار لك فهو يعلم الأمر ومآله إلى أي شيء يؤدي وكذلك أن تكثري من دعوة نبي صلى الله عليه وسلم كذلك اللهم خل لي واختر لي من الشرط دي في الصلاة ده ممكن في الصلاة حضرتك أنت أعدى أنت جلسة بتشتغلي بتعملي أكثري منها دائما وأبدا بالليل والنهار اللهم خل لي واختر لي على غير الصلاة اللي كنا تعلمناها أو علمنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم دائما اللهم خل لي واختر لي طيب أنا صليت مرة واثنين وثلاثة أعرف إزاي أننا الأمر ده استجاب له ربنا أو خار الحق سبحانه وتعالى واستخار لي أمرا من بين هذه الأمور أولا قد يكون انشرحا في الصدر يعني أنا بعد ما انتهيت من الصلاة أجد نفسي مستريحا إلى أمر من بين هذه الأمور مستريحا إلى شيء دون الآخر أجد فيه همة وانشرح للصدر لأمر من هذه الأمور خلاص يبدأ يعلم من الله سبحانه وتعالى أو قد تكون رؤية من الله سبحانه وتعالى في المنام أنا أرى رؤية صادقة مثلا فأرى أنني أفعل ذلك الأمر أو فيه شيء أو من التبشير أو ما شابه ذلك أو العكس لا الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى في رؤية مثلا الأمر صعب وما شابه ذلك أترك ذلك الأمر وأذهب إلى الآخر أو أنني أذهب بداية لهذا الأمر أذهب إن وجدت أن الأمر متيسرا في فعل وأن أفعل يبقى خلاص فأنا لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لا أنا وجدت أن في الأمر مثلا في ضقة وما شابه ذلك لا لم أجد هذا ولا ذاك ولا رؤية أسأل أهل الحنكة في ذلك الأمر فهم يدلوني على ذلك إن شاء الله تعالى فهذا بالنسبة باب التسبيح والتمجيد لله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون مسبح أن يطمئن القلب لله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتمجيده لله سبحانه وتعالى حتى في الصلوات دائما وأبدا أن يسبح الله سبحانه وتعالى أن يكون حامدا ومستغفرا لله سبحانه وتعالى أستغفر الله أستغفر الله دائما وأبدا استغفر الله سبحانه وتعالى كما قلت في سيدنا عبد الله بن عباس التي اتركناها حينما سئل أكثر من سؤال فقال رضي الله عنه وارضاه قال ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لترجون لله وقارا تسبيح وتذكير لله سبحانه وتعالى وتمجيد الحق سبحانه وتعالى واستغفار ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل كان يومنا الأيام ذهب إلى بلدة يريد أن يزور أخا له في الله سبحانه وتعالى فدخل المسجد وبعد صالة العشاء يريد عامل المسجد أن يغلق المسجد فقال أبيت الليلة ها هنا وأصبح في الصباح فأذهب إلى صاحبي فلم يريد العامل وهو لا يعلم أنه الإمام أحمد بن حنبل فقال لا لا تبت ولا أريد أن يدخل أحد أو في هذا المسجد فخرج الرجل فسمع الرجل فقال له أنا أستضيفك الليلة أنا أستضيفك الليلة في بيتي فأضافه الرجل فهو يعد له الطعام والشرب لكن الإمام أحمد لحظ شيئا لذلك الرجل أنه يكثر دائما وأبدا من الاستغفار يستغفر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا فنظر الإمام أحمد إلى الرجل قال يا هذا دائما أسمعك تسبح وتمع تتمتم وأراك تتمتم ماذا تقول؟ قال إني أكثر من الاستغفار دوما وكثيرا فقال الإمام أحمد وهو الإمام قال وهل وجدت لذلك الأمر ثمرة أو أمرا؟ قال نعم والله ما سألت الله في شيء إلا أعطاني الله إياه إلا شيئا واحدا قال وما هو؟ قال أن أرى أحمد بن حنبل وأن أرى وجهه الصبيح فقال الإمام أحمد قال أما والله أنا أحمد بن حنبل ووالله لقد ساقني الله إليك قصرا أي كأن الحق سبحانه وتعالى أخذ بنفسي وأخذ بقفايا إليك لأنك تستغفر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا فكله تسبيح لله سبحانه وتعالى تسبح وتمجد لله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده والحمد لله وأنت حينما تسبح لله سبحانه وتعالى وتحمد الحق سبحانه وتعالى تعلم يقينا أن الملائكة تستغفر لك أن الملائكة دوما تستغفر لك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يستغفرون للذين آمنوا تستغفر لك الملائكة حينما تكون مسبحة لله سبحانه وتعالى والعجيب من الأمر إن الحق سبحانه وتعالى جعل التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى والحمد التسبيح كأنه من باب الإجلال لله سبحانه وتعالى والحمد كأنه من باب الجلال والإشفاق على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم تكون مسبحة لله سبحانه وتعالى لتأخذ من أمر الجلال من الله سبحانه وتعالى وأن تأخذ كذلك من التحميد لله سبحانه وتعالى أن تكون حامدا لله سبحانه وتعالى أن تقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله على أمر الله سبحانه وتعالى الحمد لله على أمره كله دائما وأبدا تسبح لله سبحانه وتعالى وبشارة في عجاله حينما كان ملكان كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله قال ملكان أحدهما يعرج إلى السماء والآخر ينزل فقال الذي ينزل إلى الذي يصعد قال من أين قال من رجل قال كلمة والله لا أدري كيف أكتبها فأنا أرفعها إلى ربي ليقضي فيها فقال له ماذا كان يقول ذلك العبد كان يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات والأرض ومن فيهن ثم قال الذي يصعد إلى الذي ينزل وأنت إلى أين تنزل قال أنزل لذلك العبد بالبراءة من النار تخيل بهذه الكلمات القليلة تكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى وأم تكون كذلك في مغفرة وعون من الله سبحانه وتعالى بل وربما تكتب لك البراءة من النار حينما تكون مسبحا لله سبحانه وتعالى على كل حالك على كل أمرك هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على كل أمره وعلى كل حاله ليعلم حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه قال يا رسول الله كيف تنام وتسبح يعني الله سبحانه وتعالى قال إن قلوب الأنبياء إن أعين الأنبياء تنام ولا تنام قلوبهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم دائما وأبدا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخرج من الخلاء وهو معروف ومعلوم للجميع أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم غفرانك غفرانك أتعلم لماذا؟ كان يقول إمام الشوكاني ورحمه الله كأنه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى لأنه انقطع عن الذكر في لحظة وهو في الخلاء صلى الله عليه وسلم فكأنه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول غفرانك يا رب غفرانك يا رب لأنه ترك التسبيح في لحظة من اللحظات وإن كان القلب مسبحا لله سبحانه وتعالى وقد خلق الحق سبحانه وتعالى ملائكة حامدين مسبحين لله سبحانه وتعالى كان أحدهم يسجد لله سبحانه وتعالى أو جميعا منهم ملك خلقه الحق سبحانه وتعالى منذ أن خلقه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى يسبح لله سبحانه وتعالى لا يرفع رأسه طرفة عين إلى يوم القيامة فيقول حق سبحانه وتعالى حين يوم القيامة وينتهي الأمر ارفع رأسك فيرفع رأسه ويقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك إذا كان هذا الملك خلقه الحق سبحانه وتعالى منذ أن خلق الكون وخلق الملائكة وهو ساجد لله سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك فكيف أنا وأنت كيف أنا وأنت أن نترك التسبيح والتمجيد لله سبحانه وتعالى كان كثير من أهل العلم يسبح لها سبحانه وتعالى قال وَلَا يَفْطُرُ لَحْظَةٍ وَرُبَّمَا يَسْأَلُهُ السَّائِلِ فيسأله عن مسألة في الفقه أو في الدين قال فينتظر لحظة فما إن كاد يقول سؤاله إلا ويعوده يقول يا الله يا الله يا الله حتى ينتهي الرجل فإن أكثر عليه في القول وأكثر عليه في المسألة كان يقول يا هذا قل مسألتك فقد أطلت علينا أي كأننا تركنا التسبيح لحظة لله عز وجل ولا يكون العبد يتحصر على شيء يوم القيامة كتحصره من ساعة ولحظة لم يذكن لها سبحانه وتعالى فيها بل إن أهل الجنة في الجنة في نعيم ورغد من الله سبحانه وتعالى يكونون لا يحزنون على شيء إلا كما يحزنون على لحوة أو ساعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى بل وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه تعالى ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلا قاموا وكأنهم قاموا من على جيفة والعياذ بالله قاموا من مقام لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فيه قاموا وكأنهم قاموا من على جيفة لكن إن ذكرت الله سبحانه وتعالى بل واستغفرت في مقامك ذلك كان كفارة لك وكفارة لذنوبك و أن تذكر الناس بالتسبيح و التهليل و أن يراك الناس فيسبحون الله سبحانه و تعالى على ذلك الأمر سبح لله سبحانه و تعالى و استجب لأمر الله سبحانه و تعالى دائما و أبدا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة و أصيلا ليصلي الحق سبحانه و تعالى علينا كما أخبرنا الحق سبحانه و تعالى هو الذي يصلي عليكم و ملائكته فصلاة الله سبحانه وتعالى رحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى وصلاة الملائكة كذلك استغفار للمؤمنين كما ذكرنا سابقا يستغفرون للمؤمنين وللصادقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يجعلنا من الذاكرين دوما وأبدا وأن يجعلنا الحق سبحانه وتعالى من الذين يذكرون دائما وأبدا على كل أحوالهم وعلى كل أمورهم لله سبحانه وتعالى لا يفطرون ساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك أواها منيبة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى ولا يغفلون ساعة عن ذكر الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك أن تقبل منا دعاءنا وأن تقبل منا تسبيحنا وأن تقبل منا استغفارنا وأن تجعلنا من أهل الجنة جميعاً يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله عنا خيراً